اهلا بكم معنا مشاهدينا مرة تانية ونروح بقى بسرعة لاستشاري العلاقات الأسرية دكتور يحيا فؤاد اهلا بك يا دكتور اهلا بك انا قلت ليه يحيا على طول زكي يحيا الحمد لله احنا بنربي ولا بنتربى يا يحيا يعني ده بقى سؤال اللجيل وسؤال كل الأمهات عشان نعرف ان ربي احنا محتاجين نتربى يعني ايه يعني احنا محتاجين النواكب اللي احنا فيه النهاردة احنا ايه معلوماتنا عن التربية النهاردة كل معلوماتنا اللي تعمل معنا يعني انا كنت بس مع حضرتك قلتي انا ابوي عمل وعمل وعمل النهاردة الحاجات دي مع العلم لما اتطور ومع الدنيا اللي اختلفت احنا الوقت مش بتاعنا يعني مش نفس الزمن بتاعهم هو نفس الزمن بتاعنا ايه بس ولو برضو لا يعني طب خلينا ايه يعني هقوليك حاجة انا عدت ان يحيا ضد العقاب اه طبع يعني وفيديوهاتك وكل الشغل على سوشال ميديا وانا ببقى معجبة بيك جدا وبسمع بس وانا بسمعك وبشوفك متغازة لان انا مع العقاب حل يعني حل فالنهاردة بقى احنا مع بعض نشوفها نخلص في نهاية الحلقة عقاب ولا مفيش عقاب حل خلينا ايه انت ايه وجهة نظرك وانا اقولك وجهة نظرك يلا بينا عشان نعف نربي طبعا الفكرة هنا ان احنا لما اتضربنا ام وتعاقبنا العقاب ده احنا كنا بنتعامل بخوف اه اثر علينا لما اكبرنا لا مش عارفة اثر علي في ايه ممكن يكون اثر علي بس انا مع راج اثر علينا كتير جدا لان احنا بقيناش بنعمل اي حاجة الا بالخوف والرعب والرهبة والتخويف انا ضد العقاب المفاجئ ينفع نعمل رول ينفع نعمل رولز في البيت كل مكان في الدنيا لما بيعمل انت النهاردة لو عملت رول لبيتك وعملتي له ان لو عملنا كده هيحصل كده يعني حضرتك لو ما ذاكرتش وما جيبش الدرجة النهائية انا هاخد موبايلك مثلا تمام في عقاب بس عقاب متفق عليه لكن النهاردة اللي بيحصل ايه ابنك هو مش فهم انت بتعمل ايه كده انت ممكن تكون ايه متضايقة مثلا وده بيحصل في كتير خلينا احنا بحب برنامجك لانه وقاعي احنا بناكلم على الارض الواقع مش هنكلم به مش هنكلم بكلام كتب مش هنكلم برامة لا يعني احنا برنامج اه بس مش هنكلم برامة اه يعني مش هعايزين نكلم اللي هو عايزين نعرف نعمله كلام حية هو حضرتك لو انت ما ذاكرتش طول الاسبوع وجات لي اي شكوة من المدرسة انت مش هتنزلي في الويكيند لخميس ولا جامع حلو جدا حلس كده جات ليشاكم المدرسة وغبت لها يومين وجيت بقى أطبق العقاب يوم الخميس كانت جناية الناس اتفرجت علينا عيات هستيري ولا زي وأنا معرفش إيه وهم ظلمة والمدرسة ظلمة وكله ظلمة وأنا ظلمة فحسيت فجأة أن احنا بنموتها أنا أكيد غلط بس ولك على الحقيقة رجعت في كلامي هو أنا عاقب وأضرب يعني القهون بالنسبالك إيه ما هالفكرة هنا إيه هو أنا الأفضل بالنسبالي إن أنا أضرب ولا أعاقب ورول إحنا متفقين عليها لا أنا بالنسبالي أعاقب يعني أبسط شوية من الدر واحد الحاجة الثانية هو أنا اللي بقوله لها أنا بعمله يعني ما تعدش على الموبايل إحنا بنعمل كده إنت بدأتي حلقتك إيه هو إحنا بنربين ولا بنتربة ولا بنترب حل عشان أقول الحاجة أنا لازم أكون بعملها يعني المنتشر الفيب الأم أو الأب بيشربوا سجار ويشربوا فيب حضرتك مستنية الإبن أو الإبنة هيتلع يعمل إيه آه في الحتة دي بصراحة أنا ببقى في عجزة إن سهل الأب بيقاعد بيشرب سجارة ولا الأم أسكل فيب فاللي هو يعني أنت إزاي هتقولينها ما تشربش هو هنا بقى يعني هو ده بس دي حالات يعني لا ده بصي مش حالات مش حالات كبيرة أول المجتمع النهاردة بتاعنا عشان نعالج إحنا عايزين نعالج آه قبل ما تطلب من ابنك يعمل حاجة عملها أنت الأول على فكرة تاني يعني إحنا لازم نتربة وإحنا بالربي طبعا يعني لو لو الأب مدخن ما ينفعش يدخن قدام ابنه عشان يعرف أولادنا تاني بقولها دايما كتير أولادنا بيشوفونا مش بيسمعونا صح عايزة تصلي صلي قبليها عايزها تاكل أكل صحي كل أنت قبليها عايزها تنجح انجحي وبذلي مجود أنت لازم تشوفك نجحة لازم تشوفك بتصلي أولادنا النهار دا الجيل دا مختلف أنت قلت إيه الفرق الفرق إن حضرتك كنت بتنامي زمين الساعة 9 ساعة بالليل بابا كان بيبقى موجود الساعة 11 أخره التلفزيونات كان بتقفل الساعة 12 وبنشوف الخطوط كده نسمع ما بيبقاش معاك العالم كله في إيديكي وقدرة توصلي للعالم كل 24 ساعة ومتطلع على كل الناس وصحابي بيعملوا إيه بيلبسوا إيه لا ما كانش فيه الكلام ده صح فده محتاج الحقبة اللي إحنا فيها دي محتاج وعي من الأباء والأمهات إن الأب ودايما بقولها إن الأب مش فلوس الأب لازم يكون متواجد حضرتك متواجد في حياة ابنك حضرتك متواجد في حياة بنتك أنا ضد الضرب العقاب المفاجئة لكن لو عملنا رول يعني مثلا النهار دا لو أنت ما لبسيش الحزام بتاع الأمان هتاخدي مخالفة موافقين موافقين لكن ما الجيش النهار دا تبقى مشا في الشارع بشكل عشوائي وتتعجبي عشان أي حاجة أيوة لو عملنا الرول ويبقى فيه عقاب ده ده مسموح به طبعا صحي يعني بجد من ساعة ما نزلو قانون المرور وأنا بلبس الحزام ألف برافو عليك ليه؟ على فكرة على فكرة ليه برضو أيوة لما روحت أدفع المخالفات لقيت مخالفات رقم فاتدايقت فدفعت المرتب كبير من عني تعالي نرجع وراء شوية قبل القانون أقلب لو كان قبل القانون وعبل ما يحصل القانون قبل ما بفيه عقاب وبقى الموضوع مفاجئ أنت هتغضب بساعتها لا هتدايق طب مش تقولولنا يا جماعة مش تقولولنا أننا برافو عليك برافو عليك هو ده بقى اللي بيحصل